واضح انه البطولة العربية بقت تمثل مصدر سعادة وبهجة مش لمحمد مصلحة بس الاسكندرية كلها فيش كلام بطولة نادر الاتحاد من حظه الطيب انه هو يعني خلال سنتين يشارك بطولة عربية طولة علاقات بقى تقول تاريخ نادر الاتحاد وماله باسم نادر الاتحاد تاريخ ومقود رئيس راجل عنده علاقات جيدة وماله ولكن في الاخر تقول ان نادر الاتحاد مشارك للسنة التانية سنة القولة بصراحة يعني قدنا اداء طيب جدا وقدنا اداء بنتائج يعني مميزة طبعا ان شاء الله كانتك فيه ادارة تمهدية وتكسب سمية كويتي خمسة سفر وتكسب اتعادل مع فتح الرباط وتكسب فرقة من جبوتي تبرين تمانية وبعد كده وكان ده كان في عهد الكابت محمد عمر بصراحة محمد عمر ابن وابنان دي ماشا الله مش خفز جدا في عمان متصدر الاول دلائتي في دول العماني يا رب ان شاء الله عمر يعني يعمل حاجة كويسة هو جميل عمر بصراحة يعني وان شاء الله ويكذا مرة انا يعني افكر ان انا مسلا يجي نادي اتحاد في عمان عمر اتاخر بصراحة يعني فيحصل لعمر الكلام ده يعني وجي وراك كابت الحلم طولان وانا عزول حاجة بس على كابت الحلم طولان كابت الحلم طولان من المدربين المميزين جدا يعني مدرب محترم مدرب خلوق يعني انا الكلمة اتمنى اقولها له ان هو ابني ناس فعلا وتعامل معانا واتعامل معانا في وقت طبعا بطريقة محترمة اتمنى له يا ربي كده طب عمري يعني وحتى لو اقد اداء معانا خلال الموسم اللي فات كان الموسم انا وجد نظري يعني كل نهايج ويعني في وقت انا كابتن شبير بيقابلك سوق حظ غير عادي مع ان المجهود كان بتعمل كان مجهود عظيم صحيح فانا اتمنى له التوفير كابتن حلم طولان بالزبط ولمشاركتك بقى التانى استانى على في بطولات العربية بامانة يعني يحصل طبعا التركة الشيف بصراحة ان هو الراجل كان مصمم ان هو نادي الاتحاد هو اعاد الهبة واعاد الشكل واعاد تاني الحياة للبطولات العربية لازم لازم نشكره يعني بامانة يعني يعني الراجل موجود مش موجود على رأس اي منظومة رياضية في السعادية ولكن حصل ده الوضع اللي احنا شوفناه فعلا هم و لكن النادي الاتحاد والشارك في هذه البطولة بطولة كان في رأى طبعا للكابتن طلعت يوسف ام المدير الفن دلنادي الاتحاد ان هو ساعت ما احنا تم دعوة نادل الاتحاد часть من الاشارك في هذه البطولة كان اول واحد لازم نسأله طبعا للكابتن طلعت يوسف طلعت يوسف فعلا من الناس اللي هو يعني هبلتكلمي فيه يعني كتير ولكن لاعو الحق طلعت يوسف في المدر الفنين المحترمين اوي قوي. آآ فعلا راجل بيحب شغله بطريقة رهيبة. آآ منظم جدا. آآ بيحب يمسل كل الامور وكل الخيوط في ايده. آآ بقى ما انا عاوزه كل من الحقيقة تتقال ان هو شابنا عليك كتير جدا. والله. علي انا شخصيا. آآ انا يعني فترة وفترات ساعات انت بتشتغل آآ كالرئيس نادي وتشتغل كمان في وجودك مع زمالك فعضامك بصدارة. في امور انت مش حاكم انت تدخش فيها. ده صحيح. بتجبر كابت ان شو بين ان انت تتواجد فيها. آآ فالكابت طلعت يوسف بصراحة. آآ ولما احنا اتفقنا معاها كمجلس داهرة. آآ كان فيه وضع ان انا متفع عليه فيه. كل الامور اللي تخص. كرة القدم. كرة القدم في ندل الاتحاد فريل اول. هي دي تخص الكابتان طلعت. حل. وده ريح دماغك. ده مش ريحني بس ريحني جدا جدا جدا. ليه? اولا آآ هو بيشتغل آآ على فكرة ما بيجيش بس مواعيده ان هو هيجي بس من التمرين. على الساعة مسلا التمرين استجمع الساعة اربعة. فهو يتواجد الساعة اربعة لأ. ده هو من الساعة اتناشر في المكتبه. آآ وعمل وموجود مكتب جوه. دلوقتي التمرين في سموحة. في سموحة. ومكتب كانت طلعت في سموحة. تمام. جهاز الفاني في سموحة. حلوة. فهو رجب يتواجد نبادري ومعاه الجهاز الفاني عامل اجتماعات. وبقى يقابل ناس يقابل لعيبة آآ يقابل كابتن اللوعة عبدالجليل وهو. وبقى مانا يعني برضو مدير كورة قوي ومحترم اللوعة عبدالجليل من الشخصيات. او متفاهم مع كابتن طلعت. جدا. نعم. جدا. عارف انت اللوعة عبدالجليل الليه كسة معانا. الليه كسة معانا احنا جبناها يعني. الناس لازل تبع عارفها برضو. نعم. هو اللي عبدالجليل كان مدير الكورة في نادي فاركو. والله اه. هو في اسكندرية. اه. ويرقوسه الموانس عز. طبعا. عز ديني الشار دا رجل جميل. طبعا. 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 صديق ووالده طبعا صديق كبير. طبعا. ولكن هو في الاخر اللي ما جلنا طلبناه. لكن انا بالشتري العيد. لا. والله يعني. والله. يعني. يعني كابت رعت يومية انا فاكة كانت جالسة عندي في المكتب. ولازل تكلم الموانس عز وييجي ويوافق. اه. فاتفاقنا معاه ويستلم امتى. فاللي هو عبدالجليل اضافة كبيرة جدا. طبعا. اه. هو بصراحة والجهاز الدالي اللي معاه. كابتن طلعت كل الجهاز اللي معاه بصراحة. كان كابتن اه من دور عقيلة كابتن محمد ابراهيم. كابتن احمد. دكتور احمد. مدارب حلاص مرة. كابتن ماجدي بقلول. كلهم بصراحة يعني. ما شاء الله عليهم. ولكن رجعلك تاني يا كابتن اه احمد على موضوع الاشتراكة بالطلعة العربية. نعم. مشاكل بالطلعة العربية بنسبة لنا افادة كبيرة جدا. اه. احنا النهاردة لما انت بتلعب فريق في الكويت. بقوة نادي العرب الكويتي. نعم. فريق قوي. طبعا. انا شفت الكلام ده لمسته هناك في دولة الكويت. قبل تستقبار رائع. احنا. احنا اقول لك مراحل يا استاذ محمد. انا كابتن على فكرة لما يكون قابل حد هناك او رئيس النادي او هكذا. بقول لهم يعني انتو ناس اللي يكون فضل كبير. يقول لك لا مصر لها فضل كبير. طبعا. وفعلا مصر لها فضل كبير. يعني الحياة ما بيتكسفوش من ده. لا لا. هم يلوه. نعم. نعم. عفكرة الكبار كمان بيزداد منهم. طبعا. طبعا. لهم عاشوا تاريخ اه. يعني ما نستنى فيها الحج بريم شعبان. اه. مجزرة النادي. عادي توجد فيها.